بعد ما خلصنا الشرح بتاع الفصل الاول والفصل التاني من الباب الاول النهاردة ده اول فيديو هنحلي فيه على الباب الاول احنا هنحل النهاردة من كتاب الامتحان والمرة الجاي هنتكلم برضو من كتب خارجياتا فاحنا دلوقتي هنشوف السؤال الاول معنا واثناء الشرح هبتدي يعني لو فيه جزء مثلا بنتكلم عن المصة فهبتدي يقلم الموضوع عن المصة واشوف هي بتتكلم عنه كملخص يعني الحاجة التانية المهم عموما في اسناء الحل لان دي من الحاجات اللي في دفعة التابلت بقت منتشرة شوية انهما بيجبلكم سؤال تولي زي ما هنشوف كمان شوية وبعدين تاخد مثلا ربع ساعة لم تفهم السؤال وفي الاخرى تطلع الاجابة كانت بسهولة جدا من غير ما تقرأ كل المعلومات اللي موجودة عندك تمام نبتدي باول سؤال معنا من الادوات المستخدمة في قياس حجوم السوائل بدقة حجم السوائل بقسها بتبقى عن طريق استخدام المغبار المدرج تمام طيب المغبار المدرج ده هل استخدام ما التانية اه لاستخدام كمان تعالوا نشوف الاستخدام التاني بتاعه اللي هو لو عندنا جسم صلب احنا عندنا جسم صلب تمام احنا مش عارفين بقى الجسم الصلب ده حجمه ايه بيقولك ان انت ممكن تعرف حجم الجسم الصلب ده عن طريق المغبار المدرج ازاي لو جينا رسمنا اول مغبار مدرج معنا كده وبعدين حطينا فيه ميا تمام فاحنا كده معنا الحجم الاول بتاع الميا خدنا نفس المغبار المدرج ده وقمنا حطينا فيه جسم صلب ما ننساش المعلومة دي لا يذوب في السائل السائل عندنا في الحالة ده ايه؟ الميا يعني لا يذوب في الميا تمام؟ طيب وقمنا حطينا هنا واحد اتنين ثلاثة حطينا الثلاثة دول هنا اللي لونهم بني فهنلاحظ ان مستوى الميا بعد ما كان هنا هيزيد هيبقى مثلا هنا ده الحجم التاني مثلا نخليه في النحية التانية فرق الحجم ما بين الحجم التاني والحجم الاولاني ده هو حجم الجسم الصلب الذي يذوب في الميا وبنستخدم علشان نعرف حجم الجسم الصلب ده ايه؟ المغبار المدرج وهو نفس المغبار او هي نفس الوسيلة الوحيدة اللي ممكن استخدمها في المعمل عشان اعرف حجم سائل بدقة لو عايز تعرف بالزبط السائل اللي معاك ده قد ايه؟ قدامك ان انت تستخدم المغبار المدرج تمام؟ نيجي للسؤال التاني ما الاداء الزجاجية التي تستخدم فيه عمليات التحضير والتقطير التحضير والتقطير بيستخدم فيه الدورة المستديرة طيب احنا عايزين بقى نعرف يعني ايه عملية التقطير ويعني ايه عملية التحضير لان انا وانا بشرح في الفيديوهات مدتش الموضوع ده حق تمام؟ تمام؟ نيجي هنا نجيب صفحة جديدة تمام؟ ونتكلم عن عملية التحضير وعملية اللي ايه؟ التقطير لو جينا وقلتلك احنا عايزين نحضل عندنا شوية ملح طعام ن ايه؟ سي ال شوية ما قلتش قد ايه؟ زائت ميا لما مثلا ندخل المطبخ او ندخل المعمل خلينا ندخل المعمل ملوض فبيقولك انت هجيب دورة مستدير او زوج قعدة دائرية الدورة المستديرة او زوج قعدة الدائرية ده شكله عامل زي؟ بيكون راس كده ومن تحت فيه انتفاخ على شكل ايه؟ دائرة مستدير تمام؟ هتيجي تحط الميا اللي عندك فيه اها تمام؟ وهنجيب ملحة بس انا ممعيش لونة بيض دلوقتي فهنقول مثلا الفوشية ده هو الايه؟ لون فوشية مثلا او حاجة هو ده الملحة ونبتدي نعمل عملية تقليب تقليب فعملية التقليب ده هينتج عنها ايه؟ محلول ملحة هل انت عارف تركيزه ايه؟ مجهول التركيز ما احناش عارفين تركيزه فعشان كده استخدمنا ايه؟ دورة مستدير طيب بقى بيقولك لو انت عارف التركيز عارف انك معيك في الحالة دي بقى الحالة التانية اللي هنتكلم فيها معاك واحد جرام ملح طعام واحد جرام ومعاك قد ايه ميا؟ واحد لتر تمام؟ وعايزين نحضر محلول دلوقتي المحلول اللي انت هتحضره ماله معلوم التركيز انت عارف تركيزه تركيزه عبارة عن ايه؟ واحد جرام ملح على واحد لتر مياه ده التركيز بتاع قد ايه ملح؟ على قد ايه سائل او مياه تمام؟ بيقولك في الحالة ليه؟ مش هتستخدم الدورة المستدير ومال هتستخدم ايه؟ هتستخدم حاجة اسمها الدورة هو دورة برضو زيه زيه ده بس اسمه معياري ليه؟ لانك عارف القياس بتاعك او التركيز بتاعك عبارة عن ايه؟ لو جينا رسمناه بتبقى راسه اقوال شوية ومن تحت بيكون ايه؟ ده ايه ريبارد زيه زيه ده بس ده اسمه عياري لانك عشان تحضر فيه محلول لازم تكون عارف تركيزه وقت ابتدي تحط لتر مية هنا في واحد لتر مية عرفنا نجيب حجم لتر مية ازاي؟ عن طريق استخدام المغبار المضرر وجيبنا وزن واحد جرام ملح ازاي؟ عن طريق ايه؟ الميزان الحساس يبقى انا استخدمنا ميزان حساس ووزننا واحد جرام ملح وحطيناه تحت هنا واستخدمنا هنا المغبار المضرر وقسنا واحد لتر مية وحطيناه هنا بقى عندنا محلول معلومة تركيز تم تحضره في ايه؟ في درق مية دي اسمها عملية التحضير تمام؟ التحضير هنا تحضير تركيز غير معلوم هنا تحضير تركيز معلوم الحاجة التانية اللي بتستخدم فيه بيستخدم فيها الدرق المستدير وهو اتكلم عنها وهي عملية التقطير وفي الكتاب قال لك كلمة التقطير وسكت بس انا عايز يكون عندكم فكرة يعني ايه؟ التقطير نفس المحلول الملحي اللي حضرناه من شوية لو احنا راي عايزين بقى نعكس الموضوع عايزين نفس للملح ونفس للمية لوحدها تمام؟ نرجع الموضوع بالعكس بنستخدم عملية التقطير يعني كده التقطير في الحالة دي هيبقى عكس التحضير تمام؟ فاحنا لو جدنا بنستخدم في التقطير ايه؟ درق مستدير فانا هجيب دلوقتي الدرق المستدير اهو وحط فيه ايه دي المية بتاعتنا المية اهيه والمية دي موجود فيها ايه؟ الملح اللي انا عايزة افصلهم ايه عن بعد ده الملح موجودة اهو حتى لو دي بيت وجينا سخنة هادي الشعلة تحت اهيه؟ تمام؟ فجينا سخنة ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي تتبخر المية طب المية اللي هتتبخر دي عايزين نستقبلها فهنستقبلها في دورة المستدير تاني تمام؟ ده الدورة المستديرة حطينه هنا على طربيزة او حاجة دي طاولة اه او طربيزة او خليها طاولة او كورسيا كان هنستقبلها على حاجة بس اقصد ان هنا مفيش حرارة هنا بس اللي فيه حرارة فاحنا هنا بنسخن فبيقولك هنحط انبوبة من هنا توصل لهنا ومن هنا اهي دي الانبوبة تمام؟ ما عليش بقى على الرسمة المفروض يبقى الشكل منتظم بس صعب اننا اتحكي تمام؟ ودي الانبوبة دخلة هنا اهي فتبتدي المية نتيجة التسخين اللي بتطلع عايزين نقفل هنا بس عشان ما تهربش تمام؟ المية تيجي طلع ماشية هنا 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 فهنقامل في الناحية التانية ايه؟ ماء بدون ملح ودي هنا عبارة عن ايه؟ ماء زائد ملح عملية التقطير هي عملية فصل عن طريق التبخير هنا حصل عملية تبخير وهنا حصل عملية تكثير تمام؟ التقطير مش مهم تفاصيله عندكم في الكتاب اول لانه ما تطرق لهوش بس انت تكون فاهم ان في عملية التقطير بتستخدم ايه؟ دورة المستدير تمام كده؟ نرجع للأسئلة يبقى احنا عندنا عملية التحضير والتقطير التحضير تلامة غير معلومة تركيز فاحنا بنستخدم الدورة المستدير بعد كده المصة المستخدمة في القياس ونقل المواد شديدة الخطورة لازم يكون لها انتفاخين ولو حد مش عارف يعني ايه لها انتفاخين فاحنا لو جينا رسمنا المصة بتاعتنا في العادي بيبقى شكلها جيد تمام؟ تبقى مفتوحة من تحت عشان السوايل تدخل منك بيقولك لو انت الحاجة بتشفطها عن طريق قداد شفط بقك وبلاش نستخدم في المعمل بقنا يا جماعة عشان في مواد سامة جدا فالسائل عندك بيطلع على فوق فبيقولك حماية ليك فانت بيكون عندك انتفاخ اللي دي الانتفاخ الاول ودي الانتفاخ التاني ده ليه؟ علشان حمايتك لو في حاجة طلع بسرعة فهي تبتدي تيحصل لها تكدس هنا او تكدس هنا قبل ما توصل لأداة الشفط او لبقك او لأي حاجة بتستخدمها في أداة الشفط تمام؟ دي في حالة المواد شديدة الخطورة السؤال اللي بعد كده اكمل الجدول التالي الأداة التي تستخدم فيه تعيين حجم السوائل والأجسام الصلبة غير المنتظمة لسه شرحين الده من شوية وقلن حجم السائل بدبكة او الجسم غير المنتظم الصلب اللازم لا يذوب فيه السائل لا يذب ما يذوبش يا جماعة دي اسمها ايه؟ المغبار المضرب طيب السؤال اللي بعد خلط السوائل والمحلين لو عندي سائل مثلا هنقول ادي محلول اولاني ودي محلول تاني الصورة اللي انا رسمتها فيها محلولين نجمعهم على بعض ونحطهم في كاس خلط السوائل هنا بقى دي السائل اولاني والسائل التاني لما اجا خلطهم مع بعض وحطهم وحطهم في حاجة اسمها كاس زجاجي تمام؟ بيكون في منه احجام كتيرة خلط السوائل والمحل طيب السؤال اللي بعد لو عايز اضيف حاجة احجام دقيقة من السوائل اثناء المعاير اثناء المعاير دي تخلينا نفتكر ايه؟ السحاحة يبقى السحاحة هي المغبار المدرج بس بتاع الايه؟ المعاير يبقى اضافة احجام دقيقة من السوائل اثناء المعايرة هي الايه؟ هي السحاحة عشان كده لها صمام بتفتح فيع بيه علشان تنزل بدقة تمام؟ طيب تحضير المحلية القياسية بدقة لسه ايلنها من شوية لو عندنا قياسي يعني معلوم التركيز لسه شرحينا جزء ده من شوية لو عندنا معلوم التركيز بنستخدم ايه؟ دورا معياري طب لو مجولة تركيز دورا ما له؟ زي ما قلناها من شوية مستدير عاو دو قعدة مستدير كده خلصنا الاسئلة بتاع تريدي ندخل على ستيدي الاسئلة هي عبارة عن اسئلة تمام؟ وممكن تقيم نفسك في هنا كيور كود كده ممكن نفتحه بس خلينا نجاوب الاسئلة دي كده كده هجيب الاسئلة دي واجيبه بطه ايه هو العلم الذي يتم بدراسة عملية تحول الماء السائل الى بخار الماء والعجل لو عندنا مية هحولها البخار والبخار هحوله المية المية عشان حولها البخار اسمها عملية ايه؟ تبخير والبخار عشان حوله المية اسمها عملية ايه؟ تكسيف التبخير والتكسيف دي فيزيا تمام؟ للحفاظ على اتزان الطبيعة للحفاظ على وزن الجسم للحفاظ على اي حاجة طالما بنتكلم عن عملية تبخير وتكسيف فاحنا بنتكلم في فيزيا تمام؟ فلان الكيميا متطبطة بالفيزيا احنا الوقت بندرس ارتباط الكيميا بالعلوم الاخرى فاحنا هنختار الكيميا الفيزيائية لكن عملية التبخير والتكسيف فاي ايه 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 ما تشوفها لازم يجيب بالك فيزيا تمام؟ طيب السؤال اللي بعد تتفاعل اليوريا تمام؟ احنا عايزين بس نجدوا بالاسئلة كأن ما فيش اختيارات عشان نوفر وقت تتفاعل اليوريا اللي هو المركب اللي موجود هنا مع غاز الاكسوجين مكونة غاز ثاني اكسيد الكربون زي ما احنا شايفين هنا ده يوريا موجودة تحت هي هي عبارة عن سماد عضوي بيستخدم في الاراضي الزراعية بتتفاعل مع الاكسوجين وبيدينا غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز النيتروجين ومية المية هنا في صورة ايه؟ في صورة ساعة ويكون الحجم الكل الناتج لو بصينا ده الحجم الاولاني وده الحجم التاني الحجم التاني واضح انه هو اكبر من الاولاني بالمقدار ده فيكون الحجم الكل للغازات الناتجة اكبر من الحجم بتاع المتفاعلات بصوا يا جماعة الجملة دي في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة يبقى انا كده بدرس الحجم والضغط والحرارة يبقى انا بتكلم في ايه؟ في فيزياء العلم اللي بيدرس حجم رمزه بي وضغط رمزه بي والحرارة رمزها تيه؟ هو علم الفيزياء يبقى احنا كده بنتكلم برضو في الكيمياء الايه؟ الفيزيائية لو احنا بنتكلم عن الانصهار فاحنا بنتكلم في فيزياء فاحنا بنقول كيمية فيزيائية لو احنا بنتكلم عن تغير المواد مثلا المادة دي بتتمدد بتنكمش فاحنا بنتكلم عن ايه؟ عن فيزياء تمام؟ السؤال اللي بعده هو سؤال جميل جدا فيقولك الشكل المقابل بيمثل الدورة الدموية في جسم الانسان فاحنا لو بصينا هنلاقي عندنا قلب وجسد والرقة واكسوجين داخل ده تنفس ده عملية تنفس واكسوجين داخل وطلع سينقوس الكربون فهو قال لي في الكتاب ان عملية التنفس هي عبارة عن كيمياء وايه؟ واحياء فين الكيمياء والاحياء؟ مش لقيها تمام؟ فاحنا كده بنتكلم في كيمياء وطب بس لو بصينا هنا يعني السؤال لحده هنا كده كيمياء وطب بس هتلاقيه في الجنب كده عامل لك حاجة؟ بيقول لك في عكس اتجاه الجاذبية واحنا عارفين ان الجاذبية وقوانين الجاذب الجاذب والطرد دي ايه؟ فيزياء فاحنا هنضيف عالكيمياء والطب ايه؟ فين الكيمياء والطب؟ ودي الفيزياء يبقى الاجابة الصح هي ايه؟ هي جيد تمام كده؟ طيب بعد كده الجدول التالي بيوضح المكونات الغذائية في اربع وجبات كتلة كل منها ميتجراء لو انت قريب ده بقى السؤال لها بالضبط باتكلم عليه سؤالية الجاذبية ده كله تضيع وقته وتضيع السؤال ومش السؤال ده بس هتضيع اسئلة كتيرة فاحنا هندخل على السؤال على طول قبل ما حتى نبص على الجاذبية احنا عرفنا من الجاذبية ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة وجبات وكلهم زي بعض ميت جرام يعني لو جمعته ده هل اهم الجرام لو جمعته دول ميتجرام وهكذا ايا من هذه الوجبات هي الاكثر فاعلية عايزين اكتر واحدة هتأثر في ايه في زيادة الوزن طبعا المعلومة دي معلومة عامة شوية بس خلينا اقول لنظام الضايف بتاعنا عمونا ان اي حاجة من دول بتزود الوزن معدل الالياف الالياف بتزود العضلات او بتقوي العضلات فاحنا السكر والكربوهدرات والدهون والبروتين كل ده بيعمل على زيادة الوزن معدل الالياف فبالتالي لو الالياف قليلة يبقى انا جسمي هيزيد لان كل حاجة غيرها بتزود الوزن فلو بصينا هنا هنلاقي ان الالياف هنا 6 و 11 الرقم ده قليل جدا ده معناه ان يبقى الحاجات اللي بتزود الوزن ايه كتيرة يبقى لو الوجبة اللي هتزود وزن هي ايه وجبة رقم سي تمام كده السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده ده هيديك معلومة عامة شوية وخليني احدى مثالة تانية عليها بيقولك ايا من الاشكال البيانات التالية بتوضح النسبة المقوية لكل مكون غذائي من اللبن بص يا جماعة اللبن سائل صح والعصير سائل تقريبا بتكون نسبة المياه في الحاجات السائلة احنا بنكلم في 85% تمام يعني اي مكون تاني غير المياه اي حاجة تانية ما عدد الماء بروتين بقى دهون دهون نشويات كله عبارة عن 15% فلو قالك احنا عايزين المكون الغذائي للعصير العصير ده مش سائل اه يبقى تقريبا 85% منه ايه مياه يبقى احنا هنا هنبصت هنلاقي ان اللبن اول اختيار عندنا الدهون والبروتين قليلة جدا احنا عارفين ان اللبن فيه بروتين عالي تمام فالنشا هنا اعلى حاجة فالسؤال ده اكده غلط لانه خد ال 15% اللي بقية كلها وحطها نشا طيب لو بصينا هنا هنلاقي برضو ان النشا هنا عالية واللبن نسبة النشويات فيه مش عالية كده ده البروتين والدهون هي اعلى حاجة في اللبن من اعلى الحاجات في اللبن هي مش اعلى حاجة بزبط فالسؤال ده هيبقى غلط فنتفق ان اللبن مفوش النسبة العالية ده من نشا تمام عشان كده ما بنيجي مثلا نحضر مهلة بيه فبنتيجي نحط ايه نشا طيب الاختيارات اللي بعد كده الاختيار ده قد يبدو صح بس لو جينا حسبنا هنلاقي الدهون هنا قد ايه 10% والبروتين هنا قد ايه فوق العشرة في المية تتكلم مثلا في 12% فالنسبة دي هتبقى عبارة عن 22% الرقم ده اكبر بكتير من 15% فالاجابة دي هتبقى برضو خلط نيجي على السؤال الاجابة الاخيرة احنا عندنا الدهون هنا مثلا تقريبا 4% وعندنا البروتين 4% واحنا عارفين انهم قريبين من بعد جدا والسكر هنا مثلا انت بتتكلم في 9 او 8% فالنسبة دي تقريبا تقريبا 15% هتبقى دي هي الاجابة الصحيحة يبقى احنا بنحاول نشوف نسب منطقية قريبة من 15% لو مثلا بنتكلم في عصير فهنلاقي برضو ان السكر هتبقى هتبقى النسب تقريبا السكر هيبقى هو العالي وبتبقى النسب تقريبا مجموحة 15% طيب سؤال تاني طويل وبيحاول يشتتنا فاحنا بنقرأ رأس السؤال الجدولي التالي بيوضح بيوضح المتوسط اليوم للمكونات الغذائية في وجبة واحد بيتناول وجبة لا مش واحد اربع افراد بيتناولوا وجبة فرد الف بجيم ده تمام بيتناولوا وجبات مختلفة فبيقولك ايا من هؤلاء الافراد يعاني من الانميا لما حد يسألك عن الانميا روح دور على الحديد القليل عشان كده لو حد يروح عمل تحليل ويطلع عنده انميا بيحاولوا بقى يدولوا حاجات فيها حديد كتير زي البتنجان زي التفاح تمام لانها غنية بالحديد فاحنا عايزين نشوف مين عنده انميا يعني الحديد بياخده كل يوم قليل فهنبص نلاقي الحديد هنا قد ايه اربعة ميلي جرام تمام يبقى الاجابة الشخص اللي عنده الانميا هو الشخص رقم بي يبقى الاجابة هي بي احنا كده خلصنا الحل على الجزء الاول من الاسئلة المرة الجاية ان شاء الله هنحل عن ادوات القياس اشتركوا في القناة